ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة الماقة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء كرسا لمناقشة مستجدات الأوضاع وتطورات العسكرية والأمنية والسياسية والملفات الاقتصادية والخدمية ومعاناة المواطنين المعيشية وقر مجلس الوزراء اطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014-2020 بناء على العرض المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمنات وذلك نظرا لظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الراهنة موجها وزارتي المالية والخدمة المدنية باستكمال الإجراءات وفق القواعد والأسس والإجراءات التنفيذية المنظمة لذلك التي عدتها وزارة الخدمة المدنية وناقش مجلس الوزراء اليات مواجهة تضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها إضافة إلى تكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة وتقييم المعالجات التي تمت وما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب بما في ذلك ضبط الأسعار للسلاع الأساسية وأكد المجلس على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعاشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من أجل تسريع الدعم المتوقع من أشقاء وأصدقاء اليمن داعيا في ذات الوقت إلى التنبه من حملات التحريض والتضليل والتشويه التي تسادف إثارة الفوضى وتعطيل عمل مؤسسات الدولة والزجي بالعاصمة المؤقتة عدا في دوامة الفراغ التي لم تتعافى منها بعد وما تزال الحكومة وكل القوى السياسية الوطنية تعمل على تجاوز أثارها الفادحة على الاستقرار والاقتصاد والأمن وبدعم الأشقاء والمجتمع الدولي وسأرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية والخدمية مشيرا إلى وجود تحسن ملموس في الجانب العسكري بدعم من الأشقاء في تحالف دعم شرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإعادة التوازن للوضع الميداني في مأرب والتقدمات المحققة بتحرير القوات المشتركة مناطق هامة في جنوب الحديدة وغرب تعز وعلى الحدود الإدارية مع محافظة إبه مؤكدا أن السعادة المبادرة في المشهد العسكري سينعكس إجابا على كافة المستويات وبينها الجانب الاقتصادي وإسناد جهود الحكومة ليقاف التداهر وطبط أسعار السلع وسعر الصرف العملة الوطنية وتطرق الدكتور معين عبد الملك للجوانب الأمنية في العاصمة المواقة عدن والمحافظات المحررة وما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية في الأحداث الأخيرة بعدا عن تورط خلايا حوثية فيها ومسؤوليات الحكومة تجاه حماية المواطنين وكشف المجرمين والإرهابيين الذين يعبثون بالأمن ويسعون من وراء جرائمهم لضرب الاستقرار موجها بمضاعفة وتنسيق الجهود لتعزيز اليقظة الأمنية في المعركة ضد التخريب الحوثي والإرهاب الذي لن يتورع عن المحاولة مرة بعد أخرى لتحقيق أهدافه الدنيا وأشار رئيس الوزراء للأوضاع الاقتصادية والمعاشية ومعاناة المواطنين القائمة وما تبدله الحكومة من جهود الوقف التداهور وإيجاد المعالجات العاجلة وما يتطلبه ذلك من دعم فوري من الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على مؤسسات الدولة وتخفيف حدة الأوضاع والمعاناة الراهنة للمواطنين وأكدا أن المخاطر المحدقة تتطلب المكاشفة والمصارحة وعدم التهرب من المسؤولية تحت أي ذريعة لافتا إلى أن أي انهيار سيحدث يهدد الجميع دون استثناء وخصص مجلس الوزراء جانبا من اجتماعه لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ونتائج الأولية للتحقيق في الأحداث الأخيرة وما توصلت إليه الأجهزة المختصة من معلومات وضبط متورطين وذلك بناء على العرض المقدم من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير أمن عدن حيث أكد ضبط خلايا وعناصر متورطة في الأحداث الأخيرة والتوصل إلى نتائج هامة في عدد من الجرائم الإرهابية ومنها محاولة اغتيال وزير الزراعة ومحافظ عدن والتفجير الذي استادف بوابة مطار عدن وغيرها من الأعمال الإجرامية والإرهابية التي حدثت مؤخرا وأوضح المحافظ ومدير أمن عدن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة لإعلان نتائج تحقيقات وأسماء المتورطين من العناصر والخلايا سواء من تم ضبطهم أو جاري ملاحقتهم بعد استكمال نتائج الاستدلالات لافتين إلى أن تورط ملشة الحوث الانقلابية بالوقوف خلف عدد من هذه الخلايا والعناصر ضمن أعمال ممنهجة تستهدف أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن وحي مجلس الزراع عاليا الجهود التي تبدلها الأجهزة المختصة في عدن وما وصلت له في كشف وضبط عدد من الخلايا التخريبية والإرهابية المتورطة في الأحداث الأخيرة وما قامت به غرفة العمليات المشتركة من دور في توحيد الجهود للتوصل إلى هذه النتائج مؤكدا دعمه الكامل لهذه الجهود وتوفير كل المتطلبات لإنجاحها لضبط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن منوها بما يبدره محافظ عدد الرئيس اللجنة الأمنية ومدير أمن عدن من جهود متميزة وبمسؤولية عالية معربة عن تطلعه في أن ينال المجرمون والإرهابيون جزاءهم الرادع والعادل سريعا أمام أجهزة السلطة القضائية المختصة لردع كل من تسول له نفسه المساسة بالأمن والاستقرار وأشاد المجلس بالمواقف والإدانات الإقليمية والدولية المسؤولة وأصوات للسنكار التي صدرت حول الجرائم الإرهابية التي حدثت في عدن وهي مواقف مثلت الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها قبل أن تكون مواقف مبدئية نزال عنف والإرهاب مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى بتوجهات من فخامة الرئيس الجمهورية على تطوير قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية كخطوة مهمة على طريق محاربة التخريب والإرهاب ومواجهة تحدياته ومخاطره واستكمال السعادة الدولة وإنهاي الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع حول الأوضاع الميدانية في جباهة القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة في مأرب والحديدة والضالع وتعز مشيرا إلى الانكسارات المتوالية للهجمات الانتحارية للميليشيا الحوثية في جباهة مأرب رغم الأنساق المتتابعة التي دفعت بها الميليشيا وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة لافتا إلى التقدمات جنوب الحديدة وغرب تعز وكسر هجمات حوثية في الضالع وغيرها كما أشار إلى الدعم الكبير للأشقاء في تحارف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإسناد جباهات القتال والمعنويات العالية للجيش ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني في استكمال معركة اليمن والعربي المصيرية ضد ميليشيا الحوثي ومشروع إيران الدموي في اليمن وبارك مجلس الوزراء الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة في جباهة جنوب الحديدة وغرب تعز ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وآخرها تحرر كامل مدرية حيس ومناطق في مدريتي جبال رأس والجراحي إضافة إلى مواقع في مدرية مقبنة غرب تعز مؤكدا أن هذه الانتصارات يترجمة لدعوات توحيد الصف الوطني وتوجيه المعركة نحو عدو اليمنيين والعرب جميعا والمتمثل في ميليشيا الحوثي منويها بالصمود الإسطوري لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في كسر كل المحاولات الانتحارية الحوثية في مأرب والضالع وغيرها من الجبهات وثمن المجلس الدعم والإسناد العسكرية المقدم من تحارف دعم شرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لمساندة الشعب اليمني في هذه المعركة الوجودية والمصيرية ضد مشروع إيران الدموي والتخريبي الذي يستاذف أمن واستقرار اليمن والمنطقة ويهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقدم وزير الداخلية تقريرا حول الأوضاع الأمنية في عدن المحافظات المحررة والتنسيق القائم عبر مركز القيادة والسيطرة التابع لوزارة الداخلية الذي أثمر في ضبط كثير من القضايا الجنائية وتحقيق إنجازات ملموسة في كشف خلايا إرهابية وتخريبية سيتم الإعلان عنها قريبا مشيرا إلى جهود مستمرة لدعم العمل الأمني بكشف الخلايا والجرائم قبل وقوعها شكرا